كابتن أسامة عايزين قابل من الكالين تاني على المباراة النهائي نرجع بس بالذكرة ورا شوي سبع بطولات كاس تفتكر كان ايه المباراة اللي كانت صعبة قوي وكان الموضوع المباراة مشت بشكل غير متوقع يعني قلنا من طبعا من ذكرياتك كده أصعب بطولة خدتها في كاس مصر كانت قدام مين وسنة كامل؟ بطولتين بطولتين بطولة اللي هي 84 80 مع المصر بورسعيد المصر كان سعيدا فرقة فرقة كانت تقيلة جدا ممتازة يعني وكانوا كسبانين 1-0 لغاية الثانية الأخيرة هو ده اللي أنا أقولك عليه هتلاقي النادي الأهلي الثانية الأخيرة دي موعد أه والله بجد آخر كرة في المطش يعني كرة دي هتعدي هنخسر الكاس حتى هم طلعوا على أنه سيد متولى اللي أرحمه ده حقيقة كان خلاص كان رئيس نادي المصر السابق أنه قام عشان خلاص بيستعد أن يستلم الكاس خالد جدال عمل سروباس كده العلاء وعلاء انفرد بعد العبد المين عمر الله رقصه حطاه اتعادلنا في آخر ثانية واحد واحد ثم لعبنا الإكسراتايم سيطرنا بقى على الإكسراتايم يعني هم في المطش كان رايح جاي وهم كمان ضيعوا كورتين مؤكدتين واحدة لطريق سليمان واحدة لإينو قبل ما احنا نجيب جونة عدل بتاع علاء بعد كده خالد جدالة جاب جون وعلاق مايوك جاب جونة ثالث احنا سيطرنا تماما على شوت الثالث والرابع وكسبنا الكاس ده كانت بطولة صعبة جدا البطولة الثانية بطولة 92 ضد نادي الزمالك احنا كنا خسرين الدوري وكان صعب علينا نخسر الكاس كمان برضو الجيل بتاع الزمالك كان قوي اللي هو فيه أشرف آسم ورمزي وإسماعيل يوسف في الجيل دو وانا بقى كنت أنا وآيمن شاوي ورمضان وحسام حسن الجولة ولانا عملتوا الآيمن شاوي جبنا جونة 1-0 كنا خسرين الدوري وهما زمالك كان كويس قوي الفترة جبنا جونة شوط الأولاني عيمن شاوي جابه بدماغه وطلعنا الشوط الأولاني 1-0 شوط الأولاني احنا كنا أحسن نسبيا الشوط الثاني هما كانوا أفضل بكتير وردو عبدالعالج جاب جونة تعادل والأمور يعني تحس انه ماشية في اتجاه نادي الزمالك يعني احنا بدنا نتعب شوية وكان ممكن يمقى في إكسراتايم برضو في الثانية الأخيرة في الثانية الأخيرة طهر أبوزيت جلو فاول من مسافة أكتر من 40 يارضة أكتر من حوالي 45 يارضة حتى احنا قلنا شوط يعني طهر طبعا معروف انه مميز جدا في التزديدات الدربات مسافة بعيدة جدا طهر شطها وردت من حسين السيد كان مميز قوي جوة 6 يارضة رح خطف المدافعين وردت من حسين السيد وحطها أخر ثانية حتى هم كلهم زئ أه أخر ثانية أول حكم يدوب سنتر وتشوط تشوطة كده النازل مالك وصفة وخدنا كاس فالبطولتين دولت كانوا من البطولات اللي صعبين جدا اللي غاليين عليك من السبع غاليين لا كلهم غاليين كلهم غاليين بس دول كانوا صعبين قوي يعني كانوا صعبين في بطولات بقى كان سيئة المباراة ولا صعب شوية في ظروف يعني لكن فيه ماتشات كسبناها كانت متفوقين فيها وكسبنا النعي سهل يعني وفي كبير